نادي الزمالك نهاردة جزيلا فريرة عقد جلسة جلسة دعم نفسي مع مصطفى شلبي بعد ما تعرض لهجوم كثير جدا من الجماهير بعد مباراة فارقه تحديدا طالبه بالتركيز وان اول هدف هيخلي الجماهير ترجع تهتفله تاني وبصراحة شديدة انا ما اقدرش في تشكيلة نادي الزمالك في الوقت الحالي اقولك اللاعب ده مقصر وبقول كده برضو الجماهير نادي الزمالك ما تمسكوش في لاعب بعينه الفرقة حالتها كلها مش حلوة ولما الفرقة تبقى حالتها مش حلوة كله ما يبقاش في مستوى كله كل اللاعبين فهنمسكش واحد ويخلص انا بقول كده على فكرة للزمالك والقالي والإسماعيل والمصري وكل الجماهير المصرية لما تلاقى حالة الفريق مش كويسة ما تمسكوش في لاعب بعينه وتقوله هو ده اللي وحش لا الفرقة مش كويسة يبقى كلهم مش كويسين الفرقة لما تبقى كويسة انت نفسك بتقول ايه انا مش عايفة طلع ولا لعيب هو اللي يبقى أفضل لعب في المواد ده كلهم كانوا كويسين بتشوفهم كلهم كويسين عشان الفرقة كانت كويسة نفس الامر لما تبقى الفرقة سيئة انت كمان المفهول ما تطلعش واحد هو اللي سيء لا كلهم سيئين ده رأيها ماشي ده فيما يخص مصطفى شلبي في ليرة كمان بيدرس الدفع به ثلاثة لعبين في الوسط من جديد لتعويض غياب امام عشور وعدم الدفع بلاعب رقم عشرة في وسط الملعب الا في حالة واحدة وهي جاهزية الشيكبالة عشان لو الشيكبالة جاهز هيدفع بيه كجناح ايمن وهيضع احمد مصطفى زيزو كلاعب رقم عشرة ومرة اخرى في ليرة ما بيحبش يلعب غير بتلاتة في نص الملعب والراجل بيحب يلعب بتلاتة في نص الملعب عشان ما نقضش اللفة وندور حوالي نفسنا والمناسبة يعني جزيال في ليرة مش مقتنع بفكرة ان سيف جعفر يلعب او يعمل نفس مهام امام عشور وهفهمها لك ليه وكان معايا انبارح داود وخليفة وشرحوها بشكل كويس جدا سيف لعيب مهاري جدا سيف جعفر لعيب كمان منتج جدا على المستوى الهجومي هو لعيب عشرة بالشكل بتاع زمان بس مش لعيب تمانية امام عشور لعب رقم تمانية فوسط الملعب التالت اللي له ادوار دفاعية وله ادوار هجومية لو هتستخدم سيف جعفر فهيبقى المكان المثالي بتاعه رقم عشرة مش رقم تمانية عشان كده مش هيعمل كده في ليرة تانية انه يلاعب سيف جعفر مكان امام عشور تحديدا بسبب الادوار الدفاعية اللي ما بيعملهاش سيف جعفر بنفس الطريقة اللي كان بيعملها امام عشور وهي دي بتبقى إمكانيات مختلفة باللعب وآخر كمان هو ناوي يبدأ بفتوح في التشكيل الأساسية مش هيبدأ بمحمد عبد الشافي في مباراة شباب برزدات